وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى مدينة إسطنبول التركية لحضور حفل افتتاح جسر السلطان سليم الأول تلبية لدعوة تلقاها جلالته من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة وكان في مقدمة مستقبل جلالته في مطار إسطنبول كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ترجمة نانسي قنقر